السلام عليكم ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ضريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك ننشد السلام عليك معلنين الانتماء إليك مستاذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد ولي محمد ومصل على محمد ولي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات آيات محكمات سنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهاب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآلي محمد بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم نقف جلالاً وإكراماً لقراءة سورة الفاتحة على رواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهد الله عليه للدفاع عن العراق وعن المقدسات من القوات المسلحة والحج الشعبي المقدس وعلى رواح شهداء عملية الطوفان الأقصى المقامة الفلسطينية ضد الاعتداء الصهيوني فلنقرأ لهم الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبطال الانبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونونا على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفاك فاشفعني عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذا وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطلي وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك الله برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغافتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين